الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضال أهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم إن الله فالق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسدانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتحتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأش من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفترون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قلوان دالية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تقل له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء يوم مكين لا تأركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أل عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أمري إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرفوا وما جعجناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بمكين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زيننا لهم لأمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعمعون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إن بل آيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طبيانهم يعمعون ولو أننا نزلنا إليه الملائكة وكلمهم الموتى وحشفزا عليه كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفعير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من من تريه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدد لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يطلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخشون إن ربك هو أعلم من يطلو عن سبيله وهو أعلم من مهتدين فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد خصد لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه وإن كثيرا ليطلون بأهواء بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يغترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموا إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له دورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلبات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتكم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجره صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره من الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل حدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشون جميعا يا معشا الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشا والجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مفرك القرى بظلمه وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عمل ما يعملون وربك الغنيض الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله ما ذرأ من الحرس والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك دين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرس شجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حذمت ظهورها وأنعام لا يفترون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزينهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بيون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون بيتا فهم فيه شركاء سيجزيهم واصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقه الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مفتذين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن ثمين ومن المعز ثمين قل آذ ذكرين حرم أبي الأنسين أما اشتملت عليه أرحام الأنسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أبي الأنسين أما اشتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم شهداء إفرشاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يضل الناس بغير عدع إن الله لا يهدر قوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون بيتة أو دما مسفوحا أو لحم حنزير أو لحم حنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن الطب وغير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غروا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصرادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظمن وإن أنتم إلا تخصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعنيوهم قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا باليتيم هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسنا تفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكلنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أهل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرطوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يفعلون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاة ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أبذت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أبغي رب